يبدو أن الخطوة الموالية في السودان بعد الأعلان عن مجلس السيادة الجديد في البلاد هي البحث عن شخصية توافقية تتولى منصب رئيس الوزراء تنهي الانسداد السياسي الحاصل في البلاد التسريبات الأخيرة تتحدث عن شخصية قانونية الأكاديمي هانود أبيا كادوفا الذي تفيد مصادر أنه أقرب المرشحين لقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة بعد فشل مشاورات سابقة مع رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك لتولي المنصب وفي خضم الحديث عن تشكيلة حكومية جديدة تقود المرحلة الانتقالية المقبلة يواصل الاتحاد الإفريقي تحركاته لاستعجال حل سياسية بأعلانه عن وساطة في الأيام المقبلة لتشجيع الفرقاء على إيجاد أرضية سياسية تنهي الأزمة في البلاد ومع تسارع التطورات الميدانية باستمرار الأحتجاجات الشعبية الرافضة لقرارات وخطوات البرهان تطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح المكون العسكرية في الوصول إلى تشكيلة حكومية توافقية تعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطية الذي كان قبل قرارات الخامس والعشرين أكتوبر المنصرم